أبدأ من حيث بؤرة هذا التصعيد القائم حاليا من غزة حزم كيف هي الأمور في غزة الآن وما هي أبرز التطورات والتفاصيل عندك الجديد هو إعلان العدد من الفصائل الفلسطينية هنا في قطاع غزة حالة الحداد الوطني والإعلان عن إضراب شامل في عموم المرافق هنا في قطاع غزة حدادا كما يقولون على أرواح الضحايا الذين قضوا في هذه العملية العسكرية والكثير من المواطنون هنا في قطاع غزة لم يستبعدوا قيام الجيش الإسرائيلي في أي وقت تنفيذ سياسة العودة إلى سياسة الاغتيالات مجددا على اعتبار أنه كان هناك تهديد منذ جولة التصعيد الأخيرة بالعودة إلى مثل هذه السياسة خاصة في ضوء الانتقادات التي وجهت للحكومة الإسرائيلية حول رضها الضعيف في المواجهة السابقة عمليا فجر هذا اليوم بدأ الجيش الإسرائيلي هذه العملية العسكرية بتنفيذ غارات على ثلاثة مواقع أو شقك كان يتحصن بها هؤلاء القادة العسكريين وتم استهدافهم بواسطة طائرات مسيرة تستطيع العبور إلى داخل هذه الشقق وإحداث انفجار في داخل المكان المستهدف دون الوصول إلى تدمير هذه المنازل بالكامل على الأقل كما شاهدنا في المشاهد التي بثت عبر الشاشة أيضا نذكر بأن هناك حالة من الإغلاق التام في قطاع غزة للمعابر وأيضا للبحر في قطاع غزة بقرار من الحكومة الإسرائيلية حتى إشعار آخر تحسبا من الرد من قبل حركة الجهاد الإسلامي وإطلاق صواريخ من قطاع غزة إضافة إلى ذلك أنه في هذه الأوقات يتحضر عدد من الفلسطينيين للخروج بمواكب تشيع القيادات حركة الجهاد الذين استهدفوا وتمتصفيتهم في هذه العملية العسكرية الفصائل دعت إلى أوسع مشاركة في تشيع مواكب الضحايا الفلسطينيين وهناك حالة من الحزن الشديد لدى العائلات الفلسطينية التي سقط منها أطفال ونساء جراء هذه الغارات الإسرائيلية التي أصفرت حتى هذه اللحظة عن مقتل 13 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وهناك ترقب كبير لما هي الردود الفلسطينية خلال الساعات المقبلة في قطاع غزة نعم شكرا لك حزم البلد